بعد يومين فقط من الهجوم على حفلات الأقباط في محافظة المينيا قالت الشرطة المصرية أنها قتلت 19 من المتورطين في الهجوم خلال مداهمة لوكرهم في الصحراء غرب المحافظة سرعة الرد على الهجوم لقى ترحيبا من الشرع المصري الذي طالب أيضا بإجراءات لمنع تكرار هذه الهجمات طبعا ده اللي احنا منتظرون من الداخلية لأن مصر الحمد لله بالشرطة وكواتها المسلحة 24 ساعة والمهم أننا أمنع الجريمة ولا أدور بعد كده على الجناح المهم أننا أمنع الجريمة ده مهم بالنسبة لأمنع الجريمة فهو ده مش موجود الداخلية ذكرت أنها عطرت على مجموعة من الأسلحة الخفيفة بحاوزة المتطرفين الذين يعتقدوا أنهم أعضاء في داعش الذي تبنى هجوم المينيا الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية طيلة الوقت تستهدف الأقباط ليس فقط لأسباب عيدولوجية وتكفيرية بل أيضا لأعتبارهم أحد أركان 30 يونيا اللي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين الرئيس عبدالفتاح السيسي علق على الحادث من شرم الشيخ حيث يحضر منتدى شباب العالم مشددا على ضرورة علاج أسباب التطرف مش ممكن يكون مفردات وأليات وأفكار كانت بجتم التعامل بيها من ألف سنة أو من سبعمائة سنة وكانت صالحة في عصرها ونقول إن هي ممكن تبقى صالحة في عصرنا الحادث أعاد الأذهان هجوما مشابها في المنطقة نفسها في السادس والعشرين من مايو الماضي أصفر عن تسعة وعشرين قتيلا وستة وعشرين مصابا ما أثار غضب الأقباط لعدم تأمين مصاري الحافلات من وإلى الأديرة التي يقع معظمها في قلب السحراء تامر نصرة العربية القاهرة